عبد الوهاب مربي نحل من بو مردس تمكن بعد بحوط قام بها من إنشاء بخبار خاص لمجل النباتات الطبية النادرة مع مشتقات العسل وفق معايير صحية بديت مرس المهنة عندي مدة يعني المهنة هذه مرستها يعني احتحبتها يعني لأنه فيها لكوتي إنساني مع الناس ولكوتي ليسترزق به بعدها يعني بعد ما شفنا إقبال الناس على هذه المنتوجات يعني طبيعية من عسل ومن أعشاب ثمينة يعني طبيعية مشينا أنه نفتح مخبر يضم يعني المنتوجات النحلة اللي هي العسل وحبوب الطلع وغيداء المليكة والبروبوليس ندمجها مع الأعشاب الطبيعية ثمينة مثل الجانسينغ مثل طلع الناخين مثل الماكا يجلب عبد الوهاب النباتات الطبية من الخارج ثم يعيد طحنها في آلات خاصة بالمخبر قبل مسجها بمشتقات الحسل لتستعمل في مصارات علاجية متعددة منتوجات طبيعية مياه بالمياه ما شاء الله منتوج محلي أما من ناحية الأعشاب التامينة اللي نستعملوها نستعملوها خام نستوردوها من الخارج لأنه ما تنبتش حدنا في البلاد مثلا عشبة الجانسينغ عشبة الماكا عشبة حب العزيز هذه الأعشاب هذو نستوردوها من الخارج ونقوم بطحنها في المخبر يعني بدون أي إضافات ويطمح هذا الشاه في توسيع نشاطاته وتلقي الدعم اللازم بهدف التوتو نحو الزراعة وتربية النحل في الصحراء لأنه الأوينة الأخيرة مع نقص العمطار الموسمية والموناخ يعني يتحولوا وتبدل الموش كما كان زمان نقصت لها بروديكشون وزادوا النحالين لذلك يعني مدى بنا احنا كان النحالي واللي هو لي يمشي للمناطق الصحراوية يغرس النبات ويخدم عليها العسل تطوير شعبة العسل ومشتقات من أولويات الحكومة التي تستادف تعزيز الإنتاج المحلي وتدعيم الشباب الحرفي اشتركوا في القناة